المشكلة هنا الكبرى أن الناس استغلت فيه نفس اللي هي بتستخدم المواقع التواصل الاجتماعي في الجانب السلبي زي نشر الشائعات اللي دولتنا بتحربها عملت إيه بقى؟ بدأت تدخل على الأخبار طبعا الترند وكتبت الحل عندي فمجرد ما تدخل تشوف الحل تلاقي نفسك ضفته فبيجمع ناس كتير جدا عشان ياخدهم ويفلترهم يبتدي بقى ينشر الشائعات يبيع الأكاونت أيا كان موضوع ده لازم ناخد باله منه وهنا نقف عند نقطة مهمة جدا أن احنا ما نمشيش وراء الأرقام على السوشيال ميديا أي أرقام على السوشيال ميديا سواء مشاهدات ولا كده كل ده فيك ممكن يتزود ممكن يتزيف تاري ديها طريقة بتعرف إذا كان المتابعة دي صحيحة ولا لا أو إن كان دي فيه ناس يمكن تشتري فولورز أو متابعين فبقى ديها طريقة بتاري بنعرف بيها طبعا أولا إحنا لازم نتأكد من المصدر اللي منشور منه أي خبر المصدر لو مش ناشر أعرفوا إن الموضوع ده عليه كلام تاني أو مش صحيح لكن الطريقة الصحيحة نشوف اليوزر نيم بتاع الحساب نفسه يعني مثلا الحساب اللي معمول للناشر الشائعات هتلاقوا اليوزر نيم غير الإسم الصفحة إسم الصفحة ممكن يتزيف تبقى الأصل بالإسم الأصل التابع لها لكن اليوزر نيم ده عمره ما يتكرر بيبقى واحد بس بيبقى واحد بس مش هيقدر يتكرر ما هذا اليوزر نيم بيبقى باين فيه تلات نقاط اللي موجودة في أي حساب لو ضغطوا عليها هتلاقوا آخر حاجة تحت لوها كوبي لينك هتلاقوا تحت الكوبي لينك ده في حساب الفيسبوك أو الانستجرام نفسه في شير يوزر فالفكرة كلها أن اليوزر نيم ده لازم تتأكدوا منه ممكن يكون مثلا لو مثلا حاجة تبع لوزارة الصحة هتبقى اي جي دوت هيلت مثلا التاني هيكون مزود حرفة أو مزود رقم أو كده وبينشر كلام على وزارة الصحة فبالتالي بيحصلتا